بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شبه المصالين متتبعي عزائي متتبعي القناة اليوم نتوقع المجتمع المرسول اشتراك في القناة واتفع الجرس نرجم الفيديو باش باش يسمع اخر المستردد بالنسبة للدفعة الثالثة وايضا بالنسبة لاصحاب الشكاية في طول المعالجة او اصحاب طلب غير موجودة ولم يتم مداية الشكاية اذا كما تسمعنا وتنسمو اخر الاخبار بان اليوم داز برنامج اسئلة كورونا على القناة الدوزيم وكما لاحظنا انهم تحدثوا على صحاب الشكاية في طول المعالجة وكان السيد رجل عظيم الدكتور محمد جمال معتوق كان كيتحدث كما دي ما كما مولف انه كيتحدث بحرقة عن اصحاب الشكاية في طول المعالجة طلب غير موجود لم يتم مداية وشكاية الدفعة الثالثة دايما كيتحدث بالحرقة باش انها تصرف للناس الدفعة ويتعاونوا واللجنة اليقاضة ما تبقىش ناسة اكتر مقاراة بزيف عيب وعار عيب وعار ان هاد هاد اللجنة اليقاضة انها تبقى هكا وكما عارفين بانه اليوم اه المالك دين الله ينصره اه انه دار واحد المبادرة انه جمال وزارة ديله في القصر وتحدث معهم على الوضعية الوبائية وعلى بالنسبة لهدوك اللي عندهم مشكل مع اصحاب العصيني سيس الى اخرة بزاف ديل المواضيع اذا اه تنتيهم نحن ايا هو ان اصحاب شي كيف طول المعالجة اه كمسمعتوا على لسان اه صلاح الدين الغماري الصحفي صلاح الدين الغماري بانه راح السبت اللي فات كان اللي توصل بالتهم ولكن ولكن كنوا على يقين بان يراه يلا بقينا سكتين يلا بقينا سكتين هكا بان راح الاغلبية اللي عندهم شي كيف طول المعالجة راح عواض ما عواض ما يكتبوا ليهم شي كاية مرفوضة راح خلاوها غير شي كاية في طول المعالجة وواوي طمسوا الميل في كم مكان قولوا اما اصحاب طلب غير موجود او لم يتمي دايتوا شي كاية اه فانه اه فهما ايضا هدوا راح دروع لهم وزاف اه في اه الاجابة ديل الاصحاب طناش طناش فاش كانوا خدامين بانهم تقول لهم بان راح هدوك راح ما ديش يستفدو نهائيا لا يعقل ان لجنات اللي قضاء وزير الاقتصاد اه الحكومة باسرها الحكومة باسرها تبقى نعسى وما تشوف هاد الناس هدو بزاف هاد الناس هدو راح مضطرين بزاف راح كاي اللي عنده طلب غير موجود وموقف على العمال وبسبب هاد الجائحة وكان لي توقف سبات الجائحة وقال اسفدارو وما خدامش وعندو الولدات ومعندوش المدخول بزاف ديل المشاكل هادو اللي ما دارو الشيكاية كما قلنا ونعودو نقول لها بان راح كان الناس اللي في العروبيات كان الناس اللي ما فرصوش في ديك الاربعي يمطلها دوري اللي دارو لهم باش يدروا الشيكاية حتى النهار الخرخصو يتنقل واحد اللي فيها اللي يكون فيها الانترنت باش يدر الشيكاية ديالو وما وصلهاش بزاف ديل الامور بان راح هادو مضرين حتى هما من هاد الجانب وخصو الحكومة انها بس هتعطيش بلاغ ولا تقول لنا ساد نساد وتفرحهم بشي عاجة ولا تقول لهم هاشنو كين هاشنو كين باش كل شي يعرف شنو كين وبالنسبة اصحاب الشيكاية في طول المعالجة كما دي ما تنقلوها وما زل كنكروها رخص الحكومة تدخل في هاد الموضوع هادا لا يعقل ان هاديرا مش حال ادب احنا يغدين في الشهر رابع عباد الله الشهر رابع من اللي بدأ ساد الاد الحاجر هادا من اللي بدأ من نهار الوراء احنا دبا في الشهر الرابع وما زال الناس ما استفدوش يعني شنو غا يكلو هاد النساد ربع شهور هادو كانو اللي متضررين كما كان قولو وكان عاودوها ووقفين ووقفين على الخدمة ديالوم بسبب هاد الحاجر هادا ودبا ما القوم يخدموك غا يديرو ياكلو هاد النس فهاد ربع شهور رابع يا درع لي يعقل حشو ما عيب وعار عيبوا عارة ان هاد النسادو تكون عندهم شي كيف طول المعالجة حتى وما يجلسوا هاده ربع شهور تقريبا را غدينه في ربع شهور وما زال ما وما زال ما عارفينش لحد الان لحد الان ما زال ما عارفينش لما صير ديال الشكاية ديالهم واش غد ترفض واش غد تقبل واش 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 بزاف لحوش. غير على الاقل يقولوا الناس يريحوا عباد الله وعباد الله غير يريحوهم والحكومة غير يريحوا عباد الله غير يقولوا لهم بانها رأي صافي مرفوضة باش بناد ما يشوف شنو غير يدير مشي انك تخليها لو معلقة وتي يقول واش كينا واش ما كينا واش واش كينا وماش ما كينا حشو معي بعار. اما بالنسبة المستجد الاخر الدفعة الثالثة راه لحد الان اه لحد الان مازال ما كانشو خبار جديدة لها ولكن راه كان بعض الاسباب اللي ممكن انها تكون صحيحها ممكن انها تكون غلطة ولكن تسعود وتسعين تسعين في المية تقريبا ما قدر نقول لها صحيحها كان السبب الاول دي العيد الاضحى كما قلت في الفيديو السابق دي العيد الاضحى انه واش كي اجلوها زعمها باش انها تقرب العيد الاضحى ويعطوها الناس الله اعلم. اه وكان السبب الثاني هو دي الحالة الوبائية واش تشوفوا الى شافوا بان راه مسيطرين مية في المية للوباء راه تنقول مو حاش واش تعطى ولكن اللى ما اذا كما ان بنشوفوا احنا الحالى الوبائية كات زاة كات زاة كل نهار وكات نقص يعني انها تشي تيخلي تيخلي الحكومة انها تشوف sponsored� 분들이 حاكميت في الوباء مية في المية راه ستعطى راه ما تعطيаж ما تحكماش في الوباء انها ستصرف الدفعة الثالثة ولكن احنا يارى الدفعة الثالثة خصdevelopات العضلة راه شهر دفعة الثالثة ديال شهر pasó. ديالش من شهر شهر ستاعي عضو الله وره سترى هالناس قلسين في الحجر الصحي را مازالين في الحجر الصحي يعني ستصرف اليوم التفادي راح شو ما عيب وعار ان هاد الجنة اللي يقضى والحكمة بصفة عامة ان هاد السكوت ديلها وهاد النوم العاميق النوم العاميق مع المواطنين راح بزاف عيب وعار هاد شي اللي كين في هاد الفيديو هاد هو ما اخر المستجدة اللي كينة اذا كنتمنى ان الفيديوين اللي اعجاب ديركم ضغطوا على الزر الاعجاب وشاركو في القناة وفعلو الجرس باش دايما اي حاجة يمستجد اي حاجة جديدة كينا رانوصلها لكم هاد الخبر اللي قلت لكم ده بارح ديال اه داك شي اللي تناقش تقريبا في البرنامج اسئلة كورونا بين الصحفي صلاح ديل الغماري والاستاذ والدكتور العظيم اه محمد جمل معتوق وشكرا جزيلا